اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة انا قلتها كذا مرة في الحلقات اللي فاتت يمكن اكتر فرقة جماعية جوه النادي الاهلي استفادت من توقف كورونا هو فريق كرة السلة سيدات والنتائج كانت جميلة جدا الحقيقة يمكن هو قبل كورونا كان فيه هزة شوية في النتائج مع التوقف الجهاز الفني استغل وقد كانت علي هاشم استغل الفترة كويس جدا او استغل الفترة كويس جدا وبانت على النتائج او الثلاث مشارات اللي كانت متبقية في الادوار اللي هي الترتيبية اللي في الاول واتأهلنا للادوار الاقصائية تاني حلو الكلام فالاول هيلعب التامن والتاني هيلعب السابع وهكذا خلينا اقول لكم بسرعة اللقاءات هتبع شكلها ايه الاول اللي هو سبورتنج هيلعب الصيد التامن النادي الاهليس التاني هيلعب مصر التأمين السابع التالت سموحة هيلعب اليبلس السادس الرابع الجزيرة هيلعب الخامس اللي هو نادي الشمس النادي الاهلي عنده اول مباراة يوم الخميس القادم اللي هو يوم سبعة وعشرين وتسعة وعشرين مطش التاني وواحد وثلاثين مطش التالي خلي بالكم البنات غير الرجال والرجال بيلعبوا بستوفايف يعني اللي يكسب تلات مباراة من خمسة في الرجال يتأهل السيدات لا اللي يكسب اتنين من تلاتة يتأهل ففي تلات مباراة ان شاء الله كل التوفير لفريق كرة السلة سيدات اللي عودنا الفترة الاخيرة على البطولات ان شاء الله يرجعوا ياخد قطولة السوبر ويحققوا إنجاز كبير ان شاء الله